الحبوب الكاملة ومنتجاتها كالقمحة الكاملة والشوفان والصوية والشعير والذرة تشكل نحو ثلث ما نأكله وتعتبر أيضا هي العمود الفقري للتوازن الغذائي حيث يحتاج الإنسان منها يوميا من 6 إلى 5 حصص حصد الهرم الغذائي عن أهميتها وأين يمكن أن نجدها نتحدث مع أخصائية التغذية أثار العجوري صباح الخير يسعد صباحي بداية ثانيا خلينا نحكي أكثر عن أنواع الحبوب الكاملة وكيف ممكن نتناولها حسب وجبات الغذائية في اليوم هلأ أنواعها كثيرة هي أصلا الحبوب عندنا مجموعة النشويات في المجموعات الغذائية اللي هي عادة حتى بتكون أكثر من التول تقريبا 50% من السعرات الحرارية اللي بتدخل على جسمنا خلال اليوم بتكون من مجموعة النشويات أنواعها كثيرة هلأ الحبوب الكاملة هي أي نوع حبوب بس إذا كانت بدها تكون كاملة لازم تكون غير مكررة والإشرة تبعتها موجودة يعني الدرع الأمحة الكاملة اللي بنستخدم إحنا في الخبز الأسود حتى الشوفان كمان من الحبوب الكاملة يعني طيب يعني هلأ شو الفرقة وشو الأهمية بين الخبز الأبيض اللي هو مكرر والخبز الأسمر اللي هو الحب الكاملة زي ما حكيت يعني غير مقشرة هلأ الحب الكاملة بتتكون من ثلاث أجزاء النواة اللي هي جزء بسيط بيكون فيه دهون بعدها الجزء الأكبر بيجي بعدها النشا أو الكاربوهايدرات الجزء الخارجي والأخير هي بتكون الإشرة تتركز فيها الفيتامينات والمعادن والألياف فالفرق بيكون بين الخبز الأبيض والخبز الأسود والخبز الأسود بتكون موجودة الحبة الكاملة مع الإشرة أما الخبز الأبيض المكرر في الأمحة المكرر بتكون الإشرة مأيومة خلال عمليات التكرير فبيكون بس موجود فيها مجموعة النشا أو طبقة النشا مع النواة الصغيرة كتير أما الخبز الأسود بيكون موجود في الإشرة اللي هي بتكون مصدر الألياف يعني فبالتالي هي فائدتها أقل لما بتكون مقشرة في الخبز الأبيض نحن قلنا الإشرة بتتركز فيها الفيتامينات والمعادن والألياف وهذول كتير أشياء مهمة لصحتنا بس إحنا كمان مش متعودين على يعني عادة الناس اللي بتاكل الخبز الأسمر يعني بيسمون الخبز الأسمر اللي هو خبز القمح يعني يا بتكون دعم روجيا يا أما بتكون مثلا عندها سكري عشان هداك الخبز الأبيض بيكون أكثر فيه سكر يعني أو نشويات يعني فبالتالي أنه بيزيد من السكر بس إحنا كثقافة ما عندنا الخبز يعني إلا الناس اللي يعني بتحب طعمه يعني على سبيل المثال أنت قلت هي الثقافة وهذا هو الشائع هنا دائما الخبز الأبيض والأرز الأبيض وإنت عندك اعتقاد خاطئ مثل ما عند الناس أنه بمجرد بلش داية خلاص بيروح الخبز الأسود أو الرز البني وهذا الأساس هذا اعتقاد خاطئ لأنه على أساس أنه فيه سعرات حرارية أقال اعتقاد خاطئ تماما سعرات الحرارية في الخبز الأبيض نفسها السعرات الحرارية بالخبز الأسود لكن اللي بيختلف بس إحنا قلنا الأمحة الكاملة بيكون محة القشرة بيكون فيها الألياف أكتر الفيتامينات والمعادن أكتر هلأ ليش للسكري ليش للدايت ليش لهذه الشغلات مش لأنه سعرات حرارية أقل لسبب هو وجود الألياف الألياف شو فائدتها؟ الألياف رح تعطينا شعور بالشبع حجم بالأمعاء فإحنا ما رح ناكل كتير من الخبز نفسه أو حتى من الوجبة الرئيسية للسكري ليش مفيد؟ لأنه هو بمجرد وجوده بالأمعاء فإحنا لما مناكل سكر أو كربوهايدرات هو ما رح يطلع من الأمعاء للدم بشكل سريع رح يطلع بشكل تدريجي وهذا هدفنا بالسكري كمان للكوليسترول والدهون نفس الإشي ما بتخلي الكوليسترول والدهون بالمعدة يرجع للدم بالعكس تمنع إعادة امتصاصة تطلع مع الألياف إلى خارج الجسم طبعا على شكل براز يعني كمان بالنسبة للأرز إذا منحكي أنه الأرز المقشر وغير مقشر يعني يمكن حتى الأرز الغير مقشر يمكن إحنا مش موجود عندنا أو ما منشوفه كتير يعني أو غير مستهلك فكمان المستهلك هو بفرض على أو عفوا السوق يعني بفرض على المستهلك إيش يشتري يعني لأنه الأرز المقشر هو الأكثر انتشارا مزبوط بس إحنا يعني حسب حاجتنا حسب شو حالة الشخص حسب إذا هو حابب يعيش نظام حياة صحي يستفيد من الألياف بهذه الشغلات إحنا عنا أماكن معينة بنقدر نشتري منها هاي الشغلات لازم طبعا دايما نتأكد من المصدر عساس إنه نعرف مثلا الخبز الأسود هذا كله أمح كامل أو شفان مش مضاف له صبغة لتعطيل لون البني وكذلك طبعا الأرز طب إذا ما نحكي عن الشوفان شوي يعني نحكي عن فوائد الشوفان كيف ممكن فيه ناس وصلا بحطوه بعملوه شوربة فيه ناس بحطوه كمان بخلطوه مع الرز يعني لأنه فيه أكثر من 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 شكل لا استعماله الشوفان طبعا من الحبوب المفيدة جدا حتى بتتركز في الألياف والبروتين أكتر من الحبوب الثانية الحلوة بالشوفان إنه إذا ما حدا حبه بطريقة معينة بنقدر إنه إحنا نضيفه بشغلات كتير مثلا السيرياز اللي منأكلها الصباح نقدر نرش عليها الشوفان نقدر نعمل الخبز يكون أبيض عادي بس نستعمل فيه الشوفان نرش عليه الشوفان زي ما حكيتي كمان على الرز فيه عنا كمان شوربة شوفان فيه كمان اللي بحب يتفنن أكتر في عنا مهلبية الشوفان بدل الرز يكون موجود الشوفان عشان نستفيد أكتر يعني طب لما نحكي عن فوائد وفيما تعلق مثلا موضوع يعني بما إنها ألياف بتساعد أكيد على هي ملينات يعني كما بتساعد على التخلص من الإمساك يعني على سبيل المثال مظبوط إذا اقترن أكل الألياف من الحبوب أو من الخضار والفواكه مع الماء والحركة لازم إحنا نشرب مي منيح ونتحرك منيح عشان يروح الإمساك عنا هلأ إذا أخذنا ألياف بدون ما ناخد سوائل منيح راح تزيد مشكلة الإمساك الألياف بأمعاءنا بحاجة لمي بتعمل المكون داخل أمعاءنا مثل الجل بعدين بتطلعه بيصير لين طبعا وبتطلعه خارج جسمنا طبعا على شكل براس بدون ألم طيب فيه كمان فول الصوية يعني هي كمان جزء من هذه الحبوب الكاملة ومنعرف أنه إلها أهمية كبيرة فيما يتعلق كمان موضوع شاشة العظام عند النساء كيف ممكن نكلها يعني وين ممكن لقيها برضه بمحلات معين إحنا مش موجودة عنا بشكل شائع مناش نحكي أسماء مش موجودة عنا بشكل شائع بس حلو بمنتجات الصوية الصويبين هدول إنه إحنا عنا بروتين قليل الجودة من النبات وعنا بروتين عالي الجودة لمصادر الحيوانات هلأ كل بروتين عالي الجودة لمصادر الحيوانات إلا مصدر واحد نباتي هو الصوية حبوب الصوية فيها بروتين عالي الجودة فالأشخاص النباتيين خاصة إذا كانوا رياضيين يفضل إنهم ياخدوا احتياجهم من البروتين لأنه العالي الجودة لأنه موجود في جميع الأحماض الأمينية من حبوب الصويا بما إنه بشبه المصدر الحيواني شوي فكمان هو غني كتير بالكالسيوم وهذا بيخلينا إنه لما نتقدم بالعمر ما يسير عندنا هشاشة أيضا ففول الصويا كتير مفيد ومنح خاصة للأشخاص النباتيين بل زي ما حكاتي هو كمان فثقافتنا مش موجود يعني أكثر في الغرب يعني فإنه شعني هيك مش منتشر إنه الناس بتاكل فلصويا إلا يعني فيما تعلق زي ما حكيتي بالنباتيين إلا إذا حتاجه طب إذا حكينا عن الشعير يعني إحنا بنعرف أحيان يعني كمان الشعير بالذات يعني هم من الحبوب الكاملة هم مهم جدا ومفيد بس كمان طعمه مر يعني غير مستساغي يعني لمعظم الناس كيف ممكن ناكله يعني كيف ممكن نستفيد منه بنجا إحنا منقول برضو للثقافة يعني في ناس مثلا ممكن تسلق الشعير وتشرب ميته يكون عندها عادات عادية بس إحنا ثقافتنا إحنا دمنا منحب الحلو منحب المضاف إليه النكهات وكذا هلأ الشهير برضو إذا كان الشخص لحاجته يعني هو مفيد جدا في مضادات أكسدة قوية جدا من خلال الفيتامينات اللي موجودة فيه كمان هو مفيد مثل ما بتسمعي ومنعرف لحصوات الكيلة ميته كتير مفيدة بعد السلاء طب ممكن إذا الواحد بشرب شراب الشعير اللي بيكون جاهز مع غاز معبأ يعني أكيد لا يقارن بالطبيعي أكيد يعني مضاف له ثاني أكسيدي الكربون محلة بيكون ففي البيت منقدر نتحكم فيه أحسن كمان هو مهم لعمل وظائف الكبد للقولون عشان ما يصير عندنا إمساك وسرطنات بالقولون مضادات الأكسدة قوية جدا فيه لأنه هو مش معرض للتكرير الألياف لست موجودة بالإشرة فإحنا قلنا بتتركز فيها الفيتامينات والمعادن اللي هي أساسا مضادات الأكسدة يعني إحنا عنا مضادات الأكسدة الفيتامينات فيتامين إي فيتامين إي ويتامين سي والسيلينيوم وهدول عادة ما بتكون متركزة بالألياف بالإشرة طيب أثار يعني أخيرا يعني بتنصحي إنه كم وجبة في اليوم لازم الواحد يتناول من الحبوب الكاملة هي مش كم من وجبة إحنا قلنا مجموعة النشويات تقريبا من 50% ل 60% من أكلنا بتكون منها طلت استهلاكنا من الحبوب أو مجموعة النشويات تكون حبوب كاملة يعني مثلا خلينا مرتين أو ثلاثة بالأسبوع نجيب الخبز الأسود مرة مثلا نطبخ بالرز البني دائما ندخل الشوفان بأكلنا أثال عجولي خصائية التغذية شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح شكرا إليك مشاهدينا والآن إلى فقرة هل تعلم؟ شكرا للمشاهدة